الاتحاد الأوروبي يؤجل المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق حد أدنى حول قانون لتأطير سوق السجائر الإلكترونية الذي يشهد توسعا غير مسبوق التأجيل جاء بسبب ضغوط يمارسها الفاعلون في هذا القطاع الاقتصادي الذين لا يبدو عليهم التحمس للنظام الضبط الذي تحضره بريكسل هذا التأجيل يأتي بعد فشل اجتماعي الاثنين الماضي في التوصل إلى اتفاق رغم أن ممثلية دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجمعون على ضرورة تنظيم وتأطير سوق السجائر الإلكترونية للسبعة ملايين مستهلك لكنهم يختلفون بشأن التفاصيل مع ذلك بعد إلغائه ندوة صحفية المفوضة الأوروبي لشؤون الصحة تونيو بورغ اكتفى برسالة قصيرة على موقع تويتر قال فيها إن اتفاق أصبح قريب المنال احتمال تخلي بريكسل عن محاولة تنظيم السوق يبقى واردا في حال عدم التوصل إلى اتفاق